نتشرف باستضافة هذا الملتقى المغارب السياحة والترفيه هذا الملتقى الذي تقرره في اجتماع صابق الاتحاد المكتب تنفيذ الاتحاد المغاربي الذي كلف به المغارب القيام بهذا النشاط هو لن نتشرف باستضافة هذا الملتقى المغاربي للسياحة والترفيه الذي هو برعاية وإشراف الاتحاد المغاربي والذي تقرر في مؤتمر سابق في طرابلس على أسس أن المغرب سيستضيف هذا الملتقى الملتقى له هدفين هدف الأول هو أننا أن نلفت الشباب المغربي والمغاربي على أن هذه الحركة هي أقدم حركة موجودة من بين الحركات المتواجدة في العالم لتهتم بسياحة الشبابية ثانياً هو أن المغرب المغرب أن التعريف بحركة بيوت الشباب يجب أن يلتفت إليها سواء على الصعيد الشباب سواء على الصعيد حتى بعض المسؤولين دينا لأنها حركة معطاءة هي أقدم جامعة أقدم جامعة في المغرب تأسست منذ 1943 بيت شباب وأقدم شباب في العالم العربي ويصلف بأنه البيت الدولي في المغرب هذا المشعل يجب أن يعطى للشباب وهذا الهدف من الملتقى يعطى الشباب وحتهم على تحمل المسؤولية مستقبلاً الهدف الثاني هو أن التعريف بالتنمية المستدامة في المغرب الحركة العمرانية المسائل في أين وصلت تقدم المغرب فهذا أكد لا يجهله الكثير ولكن على الأقل هذا الشباب اللي هو صغير هو رجال المستقبال يجب أن يعرفوا هذا الشيء على المغرب بطبيعة حال الملتقى بشارك فيها خمسة دول العربية بطبيعة دول المغربية طبيعة حال مع ضيوف من فلسطين من مصر من ليبيا بإضافة إلى ضيوف مغاربة الاتحاد المغاربي يرعى نشاط باستضافة كريمة من الجامعة الملكية لما هو الشباب هنا يلتقي الشباب في المغرب الشقيق المغرب المضياف المغرب الكريم هنا يلتقي شبابنا وشاباتنا وقادتنا قادة الاتحاد المغاربي وقادة الاتحاد المغاربي هنا ويلتقون ليتعارفوا أيضا لينخرطوا ويشاركوا في هذا الملتقى الجميل ملتقى السياحة والترفيه تعود المناشط والبرامج وأيضا الخطط التدريبية لمنخرطي حركة بيوت الشباب لمواكبة التطور الذي يحدث في العالم لبيوت الشباب العالم الآن من داخل منظومة موجودة الآن ينخرط فيها ما يقارب عن 4600 بيت على مستوى العالم اليوم حركة بيوت شباب مستواها حقيقة أعلى يعني الآن بعد دخول معايير الجودة والاهتمام بها ومنظومات حجز الالكتروني عن بعد اليوم أصبح الواجب أن نحن نهتم بنشاطنا ونهتم بمنتسبية ونخرطية حركة بيوت شباب وأيضا حقيقة للتعارف بينهم وزيارة أيضا هذا الفضاء المغاربي الجميل لازم أن نحن كدورنا كقادة للاتحاد المغاربي أن نحن نصنع البرامج والمناشط وأيضا التواصل والتشبيك أجد ممنون بوجودي في الدار البيضاء وفي المملكة المغربية وفي ضيافة أخوة الأكارم في الجامعة الملكية المغربية المئوي الشباب في هذا الاحتفال الشبابي الذي يقومونه بمناسبة التئام النسخة الثانية من الملتقى المغارب للسياحة والترفيه في الدار البيضاء وبصفة الشخصية كمغاربي وبصفتي كرئيس الاتحاد العربي لجمعية بويت الشباب لا يسعني أن نهنأ الأخوة في المغرب بهذا التنظيم المحكم وبحسن الاستقبال وحفاوة الترحاب وأعتقد أن الشباب المغاربي في حاجة ماسة إلى تطوير كفاءتهم وآدائهم والرفع من مستواهم الثقافي وخاصة عبر الفعل السياحي لأن الفعل السياحي تنطبق عليه علم الشباب وهم يتثقفون ويلعبون ويمرحون وفي نفس الوقت يتعلمون كل مفاخر بلادهم وأوطانهم كل ما يمكن أن يعرفونه عن بلدهم عن كنوز بلدهم عن معارف بلدهم عن السمات الحضارية لبلدهم نحن كشباب بين الأهداف لنجم نكتسبوها من هذا الملتقى هو التواصل والتعارف والالتقاء والتعرف على ثقافات وتقاليد دولة المغرب وحضرتها وتاريخها ومدنها مثل دار البيضة وطنجا والرباط على مدة نحن لدينا برنامج غدا إن شاء الله نزور مدينة الرباط نهار الخميس سوف نزور مدينة طنجا وهكذا نحن فرحانين كتوانسا نشارك هذا الملتقى في نسخته الثانية الملتقى المغاربي للسياحة والترفيه ساعدين جدا لنحن نكون متواجدين في دولة المغرب باستضافة الجامعة الملكية لمأوي الشباب ثقافة غنية وثرية جدا من بينها الأكلة الأكلة التقليدية المغربية ونحن اليوم لدينا برنامج العرس المغربي سوف نكتشف ثقافة من خلال اللباس المغربي التقليدي القفطان إلى غير ذلك تشابه هي مثلاً في الأكلات عن نفس الأكلات يعني نفس الأكلات لدينا تسمية متغيرة مثلاً هما عندهم السفة نحن عندنا رفيسة نفس الأكلة هي أكلة محلوة ونفس العجينة لكن هي سموها السفة ونحن نسميها رفيسة شكراً لكم